خد السناء خلال الأسبوع اللي فات وخلال الفترة اللي فاتت لكن كان فيه واحد اتقال عليه الرجل الثاني فبقى أصبح أول رئيس في أفريقيا يحقق لقب دوري الأبطال وهو لاعب وهو رئيس نادي طبعا الكابتن محمود الخطيب اللي جايين نشوفه النهاردة بعين ثاني كلام كتير بيتقال عن فكرة الانتصار اللي بيتحقق بيكون بيسبقه مهطيات ومقدمات منتظمة بتوصلنا في النهاية ان احنا نعرف ان ده طريق الانتصار ولا ده طريق الهزيمة البداية مبتدتش مع بداية بطولة دوري أبطال أفريقيا لكن البداية ابتدت مع مدخلة الكابتن محمود الخطيب اللي من وجهة نظري بشوفها تاريخية بعد الهزيمة أمام الترجل التونسي وخسار الدوري أبطال أفريقيا كان الكابتن محمود الخطيب شايف ان في ملفات لازم تتفتح عشان يحط النادي الأهلي على الطريق الصحيح الاهم من كل ده ان هو اكد ان الملفات دي كانت هتتفتح هتتفتح حتى لو كان الأهلي أخد بطولة دوري الأبطال أمام الترجل لانه كان شايف ان المصاري الصحيح محتاج تعديلات كتير مرينا بظروف صعبة مرينا بمورات سانداونز ولكن في النهاية مرينا ووصلنا لغاية نهاية دوري الأبطال عشان البطولة التاسعة في تأجيلها يكون كل الفرحة دي تكون على حساب نادي الزمالك في نهاية تاريخي ونهاية نادي القرن وبالصورة دي لازم نوضح المشوار اللي كان في بطولة دوري أبطال أفريقيا اللي احنا هنبتديه من أهم لقطة من وجهة نظري وهي لقطة سجدة الكابتن محمود الخطيب بعد صفارة الحكم وفوز النادي الأهلي بأغلى بطولة وطبعا زي ما حضراتكم شايفين ما اعتقدش أن فيه أهلاوي شاف المشهد ده اللي لما كل مشاعره اتحركت تجاه الراجل اللي اتحمل هموم كتيرة جدا واللقطة دي بتوضح أنه هو برغم الجهد وبرغم التعب وبرغم الأغز بالأسباب كان دايما يا فارس رامح موله على الله ودي كانت سجدة شكر بينزل من على كتفه فيها هموم كتير جدا لو كان لقدر الله خسرنا البطولة كان الكابتن محمود خطيب هيتعرض لانتقادات صعبة جدا 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 وبالتالي لما انحقق البطولة لازم يتعرض لثناء يستحقه لأنه بالفعل بزل مجهود كبير جدا كله أعضاء مجلس إدارة طبعا مدخلة البشواندس العامر فروق نائب رئيس مجلس إدارة مع الزميل إبراهيم فاق كان قال احنا كلنا صبرت للكابتن محمود الخطيب لأن هي دي واحدة المجلس وهو ده المجلس اللي بروح الفنينلة الحمرة اللي بالفعل وصلنا لبطولة تاريخية أكيد العمل في النادي الأهلي جماعي وكل الناس تكتفت عشان نوصل للمشهد ده بس حابة أقول حاجة أحمد أخذ من كلامك فكرة كابتن محمود الخطيب لا يحب السناء عليه ولكن هو تحمل كتير جدا وده حقه أنا شوف تقرير كان معمول على قناة أخرى مش حتى مش قناة النادي الأهلي في برنامج الزميل إبراهيم فاق تمن أو تسع أفراد مش قرار فارد سألوا إحساسك إيه بالبطولة عايز تقول إيه كان بقول أنا باهدي البطولة لكابتن محمود الخطيب مشهد أنا في حياتي ما شفتش جمهور هو اللي بيهدي البطولة لرئيس نادي ليه عشان حجم الضغوط اللي رئيس النادي ده مر بيها وحجم التجاوزات غير مسبوقة في تاريخ النادي الأهلي محدش تحمل الحجم ده من الضغوط وبيئة العمل اللي كانت محيطة بالنادي الأهلي من خارجه ومش داخله فلما بتوصل للحظة دي لا يا كابتن محمود الخطيب إحنا اللي بنقولك ألف شكر وده حقك وحقك لازم تاخده زي ما كتير جدا تحملت وزي ما كتير جدا ما كناش بنقدر نقول إن حضرتك متحمل كذا أو تستحق الشكر في كذا لأن كنت أنت عايز كده بس المراتي إحنا لازم نقولك ألف شكر على اللي أنت تحملته وعلى اللي في النهاية حققناه وكل المجلس وكل المجموعة اللي إن شاء الله منتظرين بها يا أحمد أكتر من كده كمان ولو شفنا على مدار البطولة زي ما قلنا السيناريو ماشى إزاي هنشوف إزاي كابتن محمود الخطيب كان حضرت في كل لحظة لو شفنا لقطة سان داونز كابتن محمود الخطيب عارف إن الخلفية الزينية للمباراة خسارة تاريخية السنة اللي قبلها كان موجود الفوز هنا ما كانش نهى المباراة أنت رايح بريتوريا اللي خسران فيها خمسة كنت موجود في بريتوريا رغم إن أنت كنت خسران خمسة الموسم اللي قبلها وكابتن محمود الخطيب موجود مع اللاعبين واحد واحد بيشوفهم واحد واحد بيقابلهم وبيعملوا الدور اللي هو فعلا كل اللاعبة لقطة الكهرباء مش من فراغ يحمد لقطة الكهرباء هي محصلة اللي اللاعبة كلها عشته مع كابتن محمود الخطيب كلام حسين الشحات كلام كل اللاعبين في كلامه عن الكابتن محمود الخطيب وإهداءه اللقب للكابتن محمود الخطيب لأن استشعر قد إيه الكابتن محمود الخطيب كان تاعب مع الفريق كلنا وعشان كنا بش السناء عليه بس احنا ما كناش هنقدر غير ان احنا نستعرض ده لانه جزء صغير او من حقه علينا وما كانش دي اللقطة بس لا ده في محطات كتير وجهناها طبعا مين ينسى محطة الهلال السوداني اللي انت محتاج فيه على الاقل تعادل عشان تخرج او تسعد من المجموعة وحصل كمية شحن اعلامي غير طبيعي شحن جماهير الهلال السوداني فكان مين رئيس البعثة ومين اللي كان قلبه مع الفرقة الكابتن محمود الخطيب اللي راح المرش الهلال السوداني وكلنا شفنا المشهد اللي كان مرعب وفكرنا بذكريات سيئة جدا لجمهير النادي الاهلي لما بعض الجمهير حاولت تقطح ملعب الهلال والنتيجة كانت واحد واحد كان الكابتن محمود الخطيب واقف في المقصورة وبيشاور لجمهير النادي الاهلي اننا مش هخرج من الملعب الا بعد اخر مشجع يخرج من الملعب كانت مشاهد دايما لازم نحطها في الاعتبار لان لقطات زي دي لازم تكون لقطات تاريخية كان مشهد الزهاب ايضا في مرات الزهاب كابتن محمود الخطيب لما استشعر ان جمهير النادي الاهلي في ملعب السلام عندها بعض المضايقات نزل لحد صور المدرج وهدى الجمهير وتفاعل مع الجمهير وهو كان بيعاني من تعب فارس واثار كانت بينة جدا في مشيته فده دور القائد ده دور الليدر ده دور الملهم الأب فعلا والله ده دور الأب فعلا واللي زي ما بيتقال كده على قدر اهتمامك على قدر انتصارك على قد ما تهتمي بالتفاصيل على قد ما تحقق الانتصار وكان عندنا لقطات اخرى حابين نخلدها ومشاهد اخرى في البطولة دي مشهد الودادي احمد صعب حد ينساه كابتن محمود الخطيب هو في التدريبات شخصية اللاعب مع شخصية المدرب مع شخصية الاداري كل ده اجتمع واحنا شفناه وقتها واقف بيتفرج على التدريب سبحان الله انا في اللحظة دي كنت كتبت وقتها ان انا عندي ثقة تمة ان ربنا هيكرم كابتن محمود الخطيب هيكرم النادي الاهلي لان فعلا انت مستني ان ربنا يكفأك على مجهود فعلا بوزلة من الجميع وعايزين نقول حاجة ده يا جماعة ارقام والارقام لا تجذب كابتن محمود الخطيب كلاعب وكعضو مجلس ادارة ثم تدرجه كنائب ورئيس النادي الاهلي هو اكثر حد في تاريخ النادي الاهلي حقق بطولات مجتمع لما تحطه في المناصب المختلفة دي من بداية ما صرته كلاعب وده برضو يدل ان اللي كان بيتكلم ان كابتن محمود الخطيب الادارة حاجة واللاعب حاجة اعتقد دلوقتي بقى القصة واضحة وده اللي هننقل منه على جزء جديد اقول لك رقم ممكن يكون البعض مش ياخد باله منه النادي الاهلي حقق في 38 سنة و 17 يوم 9 القاب دوري ابطال افريقيا الكابتن محمود الخطيب منذ اول بطولة لاخر بطولة البطولة التسعة كان له دور مؤثر جدا منه هو لاعب وهو عضو مجمس دارة هو رئيس الوحيد اللي على المدار ادارة النادي الاهلي اللي حقق او ساهم في التسعة القاب دوري ابطال افريقيا اول هدف سجله كان في 1976 واخر هدف سجله في مرمى اول هدف كمان للنادي الاهلي في البطولة الافريقية كان الكابتن محمود الخطيب اللي سجله واخر هدف للكابتن محمود الخطيب كان في نصف نهاية امام كوتوكو ولكن حتى الان مازال الكابتن محمود الخطيب بيسجل اهداف ويا لها من اهداف غالية بنعتذر طبعا للكابتن محمود الخطيب زي ما قال فارس هو لا يحب السناء عليه ووقت مغسرنا البطولة عمل مداخلة لكن وقت الفوز بالبطولة اختفى تماما من الصورة وهي دي عادة رؤساء مجلس ادارة النادي الاهلي على مدار التاريخ لك اشتركوا في القناة